الموجز الإخباري يأتيكم عبر الاقتصادية الأولى أهلا بكم كشفت وزارة العدل عن تقديم 45 شخصا متهما في قضايا المضاربة غير المشروعة أمام الجهات القضائية وحسب بيان لوزارة العدل فقد سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة المنتندة من العاشر إلى الثالث عشر أكتوبر متابعات جزائية ضد عدة أشخاص لارتكابهم المضاربة غير المشروعة وأكدت الوزارة أن أقول بعض المتابعين تمت إحالتهم أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري والبعض الآخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية يقوم الأمين العام لمنظمة أوبيك هيثم الغيس بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت بدعوة من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب حسب جاء في بيان الوزارة وحسب ذات المصدر فإن عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبيك سيقدان اجتماع عمل حول أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير والمتوسط هذا وتعرف زيارة الأمين العام لمنظمة أوبيك محادثات مع كبار المسؤولين في قطاع المحروقات بالجزائر خاصة مع رئيس المدير العام لمجمع سونتراك تفيق حكار أكد رئيس شركة هواوي للشرق الأوسط وإفريقيا ستيفاني خلال تظاهرة يوم الابتكار هواوي بدبي بالإمارات العربية المتحدة على التزام مؤسسته بدعم الانتقال الرقمي للبلدان الإفريقية والشرق الأوسطية في إطار التنمية المستدامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتم التأكيد خلال التظاهرة على أهمية إقامة شركات بين المؤسسات التكنولوجية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط من أجل ضمان إنشاء بيئة رقمية متينة ومفيدة استعرض النائب محمد أنوار بوشوي تجربة الجزائر في مجال الأمنية الغذائي خلال أشغال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي وخلال مشاركته في اجتماع لمكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي أشار في مداخلته حول الأمن الغذائي إلى أن العالم تأثر بالأزمات الحالية حيث تجلى ذلك في ارتفاع مؤشرات الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية مؤكدا الأهمية البالغة التي أولتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين إلى موضوع آخر دقت منظمة Save the Children الإغاثية غير الحكومية ناقوص الخطر معلنة أن حوالي 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة في جنوب السودان يعانون من سوء التغذية وأن الدولة توجه أسوأ أزمة جوع بسبب الفيضانات المتتالية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة وحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة فإن 8.9 مليون شخص في هذا البلد أي 70% من سكانه هم في حاجة إلى مساعدة إنسانية الآن إلى أخبار الرياضة أين قال دارين إيلز المدير التنفيذي لنادي نيو كاسل يونيتيد بخلال مقابلة مع راديو بي بي سي بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس إمكانية بيع حقوق إعادة تسمية ملعبه سانت جيمس بارك أو بناء ملعب جديد على أن يكون ذلك بالتشاور مع جماهير النادي ويأتي هذا القرار حسب إيلز بهدف رفع إرادات النادي الذي أنفق 200 مليون جنيه إسترليني منذ استحواذ السندوق السيادي السعودي عليه وبهذا نصل إلى ختام هذا المجز في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر